اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ETC Egypt 2024 ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة ESEC والتي استمرت فعاليتهم على مدار عدة أيام بالأكاديمية العسكرية المصرية جاء ذلك بمشاركة العديد من طلبة الجامعات المصرية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية وتكنولوجية من مختلف دول العالم اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ETC Egypt 2024 ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة ESEC 2024 بمشاركة العديد من طلبة الجامعات المصرية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية من مختلف دول العالم والتي استمرت فعاليتهما على مدار عدة أيام بالأكاديمية العسكرية المصرية وشملت الأنشطة عقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الرؤى والأفقار العلمية للمساهمة في إثراء العمل البحثي العلمي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة وفي ختام المؤتمر نقل اللواء أركان حرب ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي تحياتي وتقدير الفريق أول عبد المجيد سكر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين في المؤتمر من مصر ومختلف دول العالم مؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بالبحث العلمي وتنمية الابتكارات للاستفادة منها في شتى المجالات العلمية والتكنولوجية بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالدولة كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ومصابقة الابتكارات العلمية وأعرب المشاركون عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم وتنظيم لهذا الحدث العلمي الهام وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة المزيدة من المؤتمرات العلمية والبحثية التنظيم الرائع والكواليتي بتاع الحاجة الموجودة يعني طبعا ده الشكر كبير للكوات المسلحة أن تطلع بالصورة التنظيمية الهيلة دي فيه تقدم كل سنة في المعرض الحمد لله مستوى الطلبة في نماء المستوى العسكرية متبنية جدا المجتمع المدني بنبدأ أننا ممكن أشوف فكرة مشروع تانية أبدأ السنة الجاية أشتغل عليها وطور من نفسي فيها بدأ المجتمع والحياة العسكرية اللي اتنين يتدمجوا ببعض بحيث أننا كلنا في الآخر نخدم مصر